أحباتي السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معي في فيديو جديد قبل أن نبدأ الفيديو اليوم أريد أن نقول لكم برقاة وعيد مبارك سعيد الله يدخلوا عليكم وعلى أحبابكم بما تتمنوا بالصحة والبركة وتوت العمر إن شاء الله والنجاح لكم ولوليداتكم نتبهنا الاقتراحات التي سنتقسم معكم فترة حضرات العيد تعجبكم وتنال رضاكم وسنتقوم بإن شاء الله أول وصفة وهذا الفقاس باللوز والليمون والمشماش اللي نقول لكم هو هذا الفقاس ضروري ولازم تجربه واخد كونوا صيبتوا فقاس واحد آخر فهذا غادي يكون مختلف أنا متأكدة هو ما تشبهش للفقاس البلدي أو لأنك هدي لبح الفقاس البلدي اللي يمولفين به دي النافع والزنجلان غادي يكون مختلف تماما نقدر نقول لكم أن هاد الفقاس خاسكم تصيبوه بالزز منكم يستاهل يستاهل فعلا عمركم ما غادي تلقاوش فقاس أروع من هذا الماداق ديالورة غزالة بزاف وما نقول لكم مش على ريحة وزيطة في الضار شحال تتكون ذاك ريحة غزالة ريح تليمون راكم عارفين مع اللوز رائعة تيجي هشيش بزاف بزاف ومقرمش في نفس الوقت وخلاص الماداق ديال اللوز والمشماش ما نحتاج نوصفها لكم المهم هاد من بي الوصفات اللي لازم وضروري ولابد جربوهم دابة المهم يلا مش نشوفوا الوصفة لهذا الفقاس غادي نحتاجو ثلاثة ديال البيضات كبار كاسل عنباء ديال زيت كاسل عنباء ديال سكر سانيدة خمارة ونصف أربعة الليمونات محكوكين مية وخمس وعشرين أو مية وعشرين جرام ديال اللوز إفيلي مية جرام ديال المشماش المقطع ودقيق طبيعة الحال على حسب اللي غادي نحتاجو جمعنا الخالط بالنسبة الليمون غادي نحتاجو أربعة الليمونات كبار بحال هاتشكل هذا اللي وريدكم وغادي نحاولو ما أمكان نحكو غير القشرة الفقانية فقط ما نبركوش على الليمونة وهي تتحكي في الحكاكة باش ما تدخوش لنا الحكاكة الداخل ونحكو القشرة الدخلانية خاسغي الفق كيف لاحطوا ره الليمونة تيجي بليكم الله بحال ما محكوكيش مزين بالنسبة للطريقة دياله من أسهل ما يكون غادي نحسرمو حاجة وحدة هي أننا نخدمو البيت في اللول مع السكر مزيان غادي نخدموه مزيان 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 غادي نخدموه مزيان 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 غادي نخدموه بحال هكا مزيان وعادة سوف نزيد الزيت نكمل الخدمة حتى يندمج كل شيء نزيد القشرة الليمون وذلك المشماش واللوز اللي عندي بالنسبة لللوز ما غادي نحمره محتى شي حاجة سوف يدخل الفران وغادي يتحمرني غادي تقطع الفقاس فانخليه بحال هكا والفقاس دقوني اذا قدرت تديره حتى كتر من 100 و 120 غرام اذا قدرت تديره حتى كتر ديره رح تيجي زوين بزافة لشكل دياله ولا ما تقديره يجي غزال الحلوة اللي مصيبة بقشرة الليمون تكون هشيشة بزاف بالنسبة للمشماش فاننا غادي ناخده غادي نغسل طبيعة الحال وغادي نمسحه وغادي نحاول نقطعه مربعة صغار ما يكونونش صغيرين بزاف كيف لاحظناها هكا في الفيديو يكونون شوية يعني شوية بيني باش من يدخلي طيبو في الفران يستحملوا درجة الحرارة وما يتحرقوش لينا إلا قطعناه مربع حوقين بزاف غادي غير يدخلوه يتحمر غادي غير ندخله الفقاس يتحمر وغادي يتحرقوه ويجو محروقين بحد ذاك الشكل التي توقع علينا مع الزبيب في الفقاس البلدي فمن الأحسن نقطعه شوية شوية كبير بحالك صافي ودابة غادي نزيد دقيق شوية بشوية إلا لاحظوه سنخدم غير بشوية بشوية دقيق باش ما يغلبنيش وميجيش قاس ستبقى شوية شوية خفيفة غير شوية وما ننسج ذاك الخمارة ونصف حتى هي نضيفها في هذه المرحلة من يكون تنزيد دقيق وغادي نخدم كل شيء سوف نحسب العجينة هكا بلاتها تجمع غادي نحبس ما نخلي واشع وتاني خفيفة بزاف كثير من القياس مهم هكا غادي اخصت كل العجينة شوية تنحسو بها خفيفة في الدينة سوف نبدأ نشكل منها بحلاكة كوميرات صغيرة أنا غادي ندير الفقاس شوية صغير ما غادي نديره كبير بزاف فهدوك الليبودان غادي نديرهم غير صغيرين ما نديرهم شكبار وما ننسوش بأن فيها خمارة ونصف هاد الليبودان ما زال غادي ندخلوا للفران وغادي نتنفخوا بزاف فنحاولوا ما امكان نصغروهم بشي الله من يتنفخوا في الفران يعطيونا لديك الحجم المطلوب لان خمارة ونصف رهاتات نفخ العجينة سوف ندهنهم بشوية دل صفرط البيض اللي نخلط مع واحد معلقة دل كاكاو نخلطهم زيان وغادي ندهن بيوم الليبودان بحالك هناك كيف لا لحتوا بأن الوجه دل الفقاس ما تيجيش ليس ما تيجيش هكا ملس لأن ذاك الحبيبات دل المشماش يبقوا هكا طالعين والعجينة تكون خفيفة شوية فتتبقى ذاك العجينة شوية ما تتبقىش واقفة مزيان فوق من ذاك الطرفات المشماش فذك الشي اللي شعطينا هاتشكل هذا منين تنشكلوها كاكو ميراس ولكن من غادي ندخل الفران غادي تنفخ العجينة وغادي غادي نغطي ذاك الطرفات المشماش وغادي يجيو الداخل غادي نسالون دخلوا الفران يكون شاعل من الفوق ومن تحت على تقريبا 150 درجة حتى 140 درجة إلا كالفران مجهد نديره غير 140 درجة إلا كانت يسخن مزيان المهم أن هذا اللي بودان يطيبوا على درجة عافية تكون مهيلة ما تكونش مجهدة بزاف وتكون قل من منتوسطة بشي ياخدوا حقهم في الطيب وما يتفرقعوش ويبقى شكل ديالهم زوين وفتقطع يجيونا زوينين وما يقصاحوش يعني يبقوا طريين شوية من الداخل غريش الدرجة ويأخذوا لون ذهبي شوية نخرجوهم تبانوا بحال يمشقون ولكن رغمهم مشقون ماتش حاجة فهذا غير البيض أعطى هذا اللي في هذا لأنني ما دوستش عليها فوقشة هكا باش نشرطه فمننت نفخات العجينة بحال يتقطع تلك الكوش اللي فيها البيض نسيس ما دوست فوقشة فانتوما منين دهنوا البيض دوزوا تلك الفوقشة هكا في الدهينة البيض يجيو مزيان ما يتقطعش بحالك أنت نفخ العجينة سوف نجعله حتى يبرد مزيان من الأحسن اللي حولي وحدة سربيتة اللي يسكن من الدهن ونجعله غير يبرد ما سوف نحتاجه لأي بات لنجعله نص نهار أو شيء فقط يبرد مزيان ونقطعه سوف تقطع بكل سهولة إذا كان لدينا موس ماضي مزيان سوف تقطع بكل سهولة لم تعدبنا لا شيء سوف نستفوه في اللاطا بحال هكا سوف ندخله الفران يكون شاعل من فوق ومن تحت على 180 درجة لا نستطيع العافية جدا لكي لا تخطف لنفخ الحمار الفقاس الذي يأتي محمرة غير كافة في وجهه من هنا ومن هنا وتنخلوه وتلقوه الداخل باقي بيد أو لا باقي حتى لا يقرمل من الداخل فلا يأتي زوين ويبرد الفقاس يتقرمشه يدخله من الداخل والتحمار يكون عنده من الداخل لا تخطف غير وجهه بالعافية ويبقى من الداخل الطريق يجب أن يأتي مقرمشه فالعافية ستكون من الأحسن غير 180 درجة يعني يأخذ وقته في التحمار الداخل كلما يأخذ وقته كلما يأتي مقرمشه وتتحمار مزيان من هذه الوجهة ومن هذه الوجهة العافية ستكون شاعله من فوق ومن تحت والطاوة ستكون في الوسط والأكيد سوف نراقبه لكي نبدأ تحمارات أكثر من جهة أخرى سوف نقضي التحمار يجب أن نقوم نقلبه في اللاتا أنا لم نكذب عليكم الفران عذبني كما كنت لكم كان خاسر وصيبته بحلقنا العبار الحرارة يعني ما بقى هو هذا اللي كانت حافظه فخاصة نعود نحفظ العبار جديد فحمقني لما حمرت هذا الجوش طواس الفقاس ولكن معلش لأن النتيجة تستهله الفقاس أكثر 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 من رائع لكت لكم بأن هذا الوصفة ضروري تصيبها فسمعوني وضروري تجربوها ستستمتعوا الفقاس رائع إذا كنتم ستعيني لدي حبابكم في هذا العيد وسأضعوا معكم الحلوة فما تفلتوش هذا تحميرت الوجه وديل الحباب وديل العيد اللي يستهل فعلاً طبلاً لديل عيد ديالكم والأكيد ستجربوه لا سيقا يخطاكم العام كامل ذا بالفيديو سيكون سالة سننوض باش نكمل حلويات الأخرى ديال العيد وانتم تنوضوا وديروا هذا الفقاس هذا لما انطلقوا في فيديو أحد أخرى خليت لكم من هنا ورحت البال شكراً وبسلامة شكراً